السلام عليكم مشاهدين الكرام وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوائل حدث في هذه الحلقة سنناقش مستجدات الأوضاع في محافظة المهرة إذن مشاهدين جدد أبناء المهرة مطالبتهم برحيل القوات السعودية من مطار الغيضة وكافة منافذ المحافظة جاء ذلك في مظاهرة منددة بالتواجد السعودي الإماراتي في المحافظة وباقي المناطق المحررة وأكدت اللجنة المنظمة للاعتصام رفضها لانتهاك السيادة الوطنية وممارسة الانتهاكات التي تستادف كيان الدولة اليمنية كما طالبت بإقالة المحافظة راجح باكريت وإخراج كافة الميليشيات المسلحة من المحافظة وجددت اللجنة تأكيد وقوفها مع أبناء أرخبيل سقطرة ورفضهم لتجاوزات الإماراتية الهادفة إلى زعزعة الأمن والاستقرار إذن نتوقف عند هذا الخبر نناقشه في محورين أسباب تعاضم الاحتجاجات المطالبة بمغادرة القوات السعودية والإماراتية وما هي الإجراءات التصعيدية التي يمكن أن تحدث في حال رفضت القوات السعودية مغادرة المحافظة نتابع هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش حشود غير مسبوقة في المهرة حملت مطالبات متكررة برحيل القوات السعودية من مطار الغيظة وكافة المنافذ في المحافظة مطالبات لم تقتصر فقط على القوات السعودية والإماراتية أيضاً بل على كل الكيانات والتشكيلات العسكرية التابعة لها في المهرة وباقي المحافظات وتقول اللجنة الوطنية للاعتصام إنما طالبها هذه تأتي في سياق الرفض القاطع لانتهاك السيادة الوطنية التي تمارسها القوات السعودية والإماراتية في البلاد كما طالبت اللجنة بإقالة المحافظ راجح ماكريت وإخراج كافة الميليشيات المسلحة من المهرة متهمة المحافظة بخلق أزمة اقتصادية وأمنية في المحافظة وعلى الرغم من المطالبات المتكررة للسعودية وقواتها بمغادرة المهرة التي لا توجد فيها أي قوات تابعة لميليشيا الحوثي إلا أنها كثفت من تواجدها هناك تحت مبرر مكافحة تهريب السلاح والمخدرات يكشف موقع المهرة التي تملك أطول شريط ساحلي على بحر العرب يقدر بنحو 560 كم ومنفذين بريين من عمان اهتمام السعودية التي تسعى إلى ماد أموب النفط الخاص بها إلى هناك وفق مراقبين ومنذ قدوم القوات السعودية والإماراتية إلى محافظة المهرة قبل نحو أربعة أعوام زادت حدة التوتر والاختلالات في المحافظة وهو الأمر الذي دفع باللجنة الوطنية للاعتصام إلى مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتدخل وإنهاء الحرب التي أعلنتها السعودية إذن نبدأ النقاش مشاهدين وينضم إلينا من المهرة رئيس اللجنة الوطنية للاعتصام بمحافظة المهرة علي سالم الحريزي سيد علي أسعد الله مساك بكل خير يا مرحبا حياكم الله أهلا بك سيد علي تجدد للمطالبات بطرد القوات السعودية والإماراتية من محافظة المهرة رئيس لجنة الاعتصام يعني الصفة نعم نعم إذن هذا يعني ما سيتم تأكيده وتعدله إذا كان هناك خطأ رئيس اللجنة الوطنية للاعتصام بمحافظة المهرة السيد علي سالم الحريزي سيد علي سالم تجددت المطالبات مرة أخرى بطرد القوات السعودية والإماراتية من محافظة المهرة إلى أي مدى تنون مواصلة هذه الاحتجاجات وهل يعني تتوقعون نجاح ما ستخرجون من أجله ويعني سينتهي المطاف بتحقق المطالب شكرا صحيح نحن واثقين كل استخدام بإذن الله لأنه عملنا والاعتصامات الحركة السلمي نعم فيحقق أهدافه وهو خروج الغوات السعودية وإحادة مواصلة الدولة والسيطرة على كافة سيادة البلد من خلال الجهود التي تبدل ومن خلال الأعتصامات التي تترونها دائما ومن خلال التصعيد في الغف سياسية التي الآن أبناء محافظة المهرة في الأعتصام الأخير يوم أمس في تصعيد قوي من قبل أبناء المحافظة وحشد قوي جدا وحشد كثير والآن كل الشعب فهم أن السعودية هي جهة الاحتلال وليس لعادة أعمار وليس لمساعدة اليمنين نعم لكن سيد علي هناك من يتحدث ويشكك بالأسباب بمعنى يقول البعض بأنه مداعي لهذه المظاهرات أو الاحتجاجات طالما هناك دولة مسؤولة على البلد وسيادة هذه أو سيادة البلد بشكل عام والدولة لم تحدث أو لم تتحدث بأي شيء من هذا القبيل ومن ما تصرحون به وتخرجون بالاحتجاجات من أجله نحن بالحقيقة لو أن الدولة موجودة والدولة صعبة للقرار في البلد لن يخرج احتياج إلا إذا كان هناك في شيء معين اقتصاد بطرول طالع أو شيء من فلن الشعب يخرج احتياج لكن الآن نحن ندري أنه بالنسبة للرئيس الشرعي والحكومة الشرعية قرارها مصادر من قبل الدول التحالف الإمارات والسعودية لا تستطيع لأنه حتى الرئيس نفسه طرد من عدن ولا يسمح الإمارة مهاما من الأراضي اليمينية فكيف أنا أسكت والشعب يسكت وكل العالم يشهد الآن ويعرف أن القيادة الشرعية قرارها مصادر ولا لديها غرار ولهذا الشعب تحمل المسؤولية وقال كلمته وزي ماترون عمس نعم طيب دعنا نتحدث عن الأسباب ما هي الأسباب التي يعني دفعتكم للخروج والمطالبة بالرحيل الكامل للقوات السعودية من المحافظة والله أي شعب يعني محتل عودة قوات غازي إلى بلده واحتلته لابد أن يطالب رحيلها ولابد أن يغاوم هذه الغوات الغازية حتى تطلع بأي وسيلة كانت السلمية بالسلاح بأي وسيلة ممكنة فنحن بذن الله سنحاول أخرج الغوات السعودية والإماراتي المحتلة بل وسائل السلمية بل حرب بأي وسيلة كانت هذه الأشياء التي تفضل إلى خلاج أقوات الاحتلال سأستخدمها بلده من الله نعم إذن ابقى معي سيد علي سالم الحريزي رئيس اللجنة المنظمة للاعتصام بمحافظة المهرة وأرحب بالسيد علي بن مبارك عضو اللجنة الإعلامية في لجنة الاعتصام سيد علي مساء الخير سيد علي هل تسمعوني أسمعك مرحبا أهلا مصابا أهلا بك سيد علي نتحدث اليوم عن الاحتجاجات في محافظة المهرة والتصعيد من جديد في مسألة خروج القوات السعودية والإماراتية من المحافظة وهنا نتساءل كان في فترات سابقة لديكم احتجاجات كان هناك أيضا وساطات كان هناك لجنة رئاسية تشكل وتنزل إلى المحافظة من أجل هذه القضية أين وصلت الأمور ولماذا عادت الاحتجاجات بوتيرة عالية طبعا منذ عام ونصف والاحتجاجات مستمرة وبيوتير على في محافظة المهرة لأنه كما يعلم الجميع أن محافظة المهرة سجع شرق اليمن وهي محافظة بعيدة عن شراءات ومحافظة آمنة ومستكرة بطبيعة الاجتماعية والثقافية وبطبيعة نتيجة الاجتماعي لأبناء المهرة جميعا من بدخول القوات السعودية لمحافظة المهرة أن تكفض الألاف من أبناء المهرة تنزيدا بما يفعله القوات السعودية لمحافظة المهرة اتداء من احتلال المنافذ والمطاط وتزيد المحافظة بالقوة العسكرية تزيد كبير جدا مما لا يطاق لا يطيقه أبناء المهرة الكمل هذه المنافذة والطائرات والقوة الكبيرة لكما عبد المهرة إذ أنها من الواجب على السعودية وعلى الإماراتيين توجه بهذه القوة إلى الحوثي وإلى صنعة إلى اتجاه الآخر عما أنهم يتجهون بهذه القوات إلى محافظة المهرة والمحافظات المحررة التي لا يجب فيها حوثي ولا يجب فيها شيء من هذه الأمور فمحافظة المهرة هي محافظة بعيد عن صراحات طوار تلك الفترات السابقة كلها لا تتقل في هذه الصراحات محافظة آمنة هم يحاولون أن يشويه سمعة أبناء المهرة يحاولون أن يشويه وندخل بذريعة بذريعة مكافعة المخدرات ومكافعة التهريد أو ما إلى ذلك والآن والشماع الأخير اللي الآن يتكلمون عليها وهي الإرهاب لا يجب إرهاب في محافظة المهرة الإرهاب الموجود في محافظة المهرة هي القوات السعودية الموجودة في محافظة المهرة هذا هو الإرهاب الموجود اللي الآن تدخل إلى البيوت تلتك الأرمات تعمل ما لا يعمل واحد في محافظة المهرة هذه القوات الميليشيات السعودية التي لا تقطع لأيذ الأمنية ولا لأيذ العسكرية هذه هي إرهاب بحد ذاتها نحن أبناء المهرة سنكون سد جريع مثل هذه الامتهاكات ومثل هذه الأمور لن نرضى أن تكون هناك قوات محافظة المهرة لا تقضى للموارسة الأمنية ولا للموارسة العسكرية ولن نرضى أن تكون المهرة عمل قراءات داخلها وتفكي جنسيجها الاجتماعي الآن المحافظة تعانيهم عزمة اقتصادية تعاني من نهب شريف وكبير جدا للموارد نهب وصرفيات وعبرس بالمال الآن بالمسوح أن ندعو العالم ندعو الرياسة أن تخرج عن سمسة المريض الذي الآن نحن خرجنا منذ عام ومط والرياسة والحكومة السرعية لا زالت سامسة عما يحصل في المحافظة المهرة نقول لهم إلى متى إلى متى هذا السمس إلى متى هذه الأبناء المهرة سينفجرون من الوضع الحالي ومن الوضع الموجود يرون بأعينهم أموالهم وخيراتهم كنا وكذا إلى أمور لا تنفع محافظة المهرة الخدمات شبه معدومة الكاربة الماء التنقات كلها مدمرة والميزانية وما يخرج من خيرات المحافظة تذهب إلى شراء المهات وإلى التفجح الإعلامي بعيداً كل البعث عن الخدمات الأساسية بعيداً كل البعث عن ما يتسلبه المواطن المسكين الآن وخلال هذه الفترة الأخيرة هناك يعني أمور كبيرة حصلت من الكبر للقوات والميزيات الموليدة بالمارة بانتهاء البلود وعمل خلق أسلام يعني أسلام على أساس أنه في هناك إرهاب وفي هناك تهريب وفي هناك أمور وهذه لا يوجد في المهات الهات ولا يوجد في المهات قد يكون قد يقول أن هناك تهريب فالمارة لا شريف يعني إفلق مجال المحافظة التمهورية هناك قوة من أبناء المارة هناك مدود الرجال الأمن هناك مدود مع السلام من يون على تهريب المحافظة هي كثيرة أن تدعم على السحابة لن تدعم هذه القوات يحبط أمن المحافظة يحبط المسكري وما يأمين من أمور هذه كلها نحن أبناء المارة لازمنا نزالنا ولازم لا نسعد كل يوم من تصعيد حتى يتحكد المطالف حتى يتم تحكيد هذه المطالف سواء للوقت القريب أو حتى لو بأي شيء وردنا المارة مستعدون أن يقدموا نعم إذن سيد علي سيد علي ابقى معي نعم سيد علي تكرم بالبقاء معي وأرحب بعض اللجنة التنظيمية للاعتصام سينضم إلينا من العاصمة العمانية المسقطة سيد أحمد بلحب سيد أحمد مساء الخير سيد أحمد هل تسمعوني مساء نور مرحبا أهلا بك سيد أحمد إذن عود مجددة للاحتجاجات بمحافظة المهرة يعني البعض يتساءل بأنه يعني أين هو دور الحكومة في ما يتعلق بسيادة محافظة المهرة لماذا يتبنى الناس يعني مطالبات مغادرة يعني قوات كما أسميتها بالمحتلة للمحافظة وتغيب الدولة عن هذه المطالبات نعم دولة تمر بمرحلة مرحلة فرض ضغطات عليها من قبل الرياض وأبو ضبي ودول التحارف لمرأة السعودي أبناء محافظة المهرة أبدو رأيهم بكل وضوح والإحتياجات الأزالة مستمرة كما نعلم أن القوات السعودية والسعودية قدمت إلى محافظة المهرة في أواخر 2017 على أساس تأهيل المطار فقط بناء على توجيهات نائب رئيس الجمهورية والغرض الإنساني ودارة بناء على توجيهات نائب رئيس الجمهورية واليوم نحن نرى العشرات تصل إلى ما يقارب 30 أو 40 مع أسكر للميليشيات والقوات السعودية وهذا يخالف موقف الحكومة الشرعية ولكن نتطلع على أن يكون أفضل من هكذا ولكن لا ننسى أن هناك أيضا تعليقات على هذه من قبل الوزيرة الداخلية من قبل الوزيرة النغل على التجاوزات السعودية وتجاوزات الإماراتية القوات السعودية في محافظة المهرة تنتهج نهج تعم الميليشيا وتعم الخارجين عن القانون وذلك من خلال المحافظة الطف في محافظة المهرة نعم نفهم أن الشرعية حتى وإن لم تستطع القول أو المساندة العلنية هي تقف مع مطالبكم وتدعم هذا الاتجاه نعم نعم الشرعية هناك شارات واضحة من الشرعية تتقف إلى جانب مطالب المعتصمين وهناك تفهم منها ولكن نحن نعرف أنها تتعرض لضغوطات كبيرة من قبل الرياض وابوظبي ولكن لا بد أن تأتي اللحظات للحاسمة وأن تتخذ قرار لشأن ما يحدث ولا بد لها أن تتخذ هذا القرار لكي فعلا تكون شرعية اسما على المسنة نعم إذن ابقى معي سيد أحمد بلحاف أعود لرئيس اللجنة الوطنية أو المنظمة للاعتصام بمحافظة المهرة السيد علي سالم الحليزي سيد علي سالم يعني لو عدنا لبداية المطالبات كان الحديث في البداية عن مطالبة الإخوة يعني في التحالف بمغادرة القوات التي وصلت إلى المهرة ارتفعت حدة الخطاب حتى وصل الوصف اليوم إلى وصف هذه القوات بالاحتلال يعني كيف نفهم هذا التصاعد سواري يا خير العزيز الغوات السعودية والإماراتية لما دخلت اليمن على ساس أعمار اليمن وعلى ساس المساعد لشيطان اليمنيين نعم اللي حصل عندنا في المهرة أنا أتكلم عن المهرة القوات السعودية المتواجدة دمر التماثات كلها والمصالح الحكومية وحتى الغضائية بالأمس يعتغلوا الرجل الأحلامي يسمى محمد السواري نعم يعتغلوه يعني يعخذوه من السجل المركزي على ذمة تبتغنى باطلة أنه يصدم سيارة يعني حاجة بسيطة في دقيقة قوات السعودية تقتحمل السجل والرجال بعوية النيابة وتشل من السجل إلى المطار هذه معنى أنه السعودية ألغت مهامة سلطة الغضايا يعني يعني أبطلت كل المصالح الحكومية والتنفيذية لم تعد هناك حكومة لم تعد هناك دوائر لم تعد إلا الضغط الإماراتي في السعودية والمعسكرات السعودية نعم فهل تريدوا الشعب في هذا المحافظة هل يسكت؟ لا يسكت هذا الشعب ونحن متأكدين كل التأكيد بيرات الله هذا الشعب سيقوم بطرق السلمية وإذا السعودية تطاولت ويدت مده على الشعب سيقاتلهم حتى يطلعهم وأنه ناشد كل اليمنين أن يعملوا على إخراج الاحتلال الشعودي الإماراتي من اليمن بشكل عام طيب سيد علي سيد علي بالنسبة للشرعية نعم هل تثقون بأنها تساند مطالبكم التي تتبنونها حاليا في محافظة المهرة نحن بالحقيقة ما نحصل لحبد الرب حتى نقول الله أنت معنا أو أنت علينا لكن نحن بأن ندحر الاحتلال أن كان بشرعية مزورة أو باحتلال نحن نسؤولين هذه منطقتنا ونعرف أن الرئيس مدام طرد من عدن ولم يسمح أنه مارس مهاما معنات أن الرئيس مثل هو بالغرار وهذا في قول نهم الزمان ولهذا على الشعب الاستعداد للمعرصة المقبلة أنساب كالسياسية يعني وسلمية أولا كانت مسلحة نعم بالنسبة للمحافظة بالنسبة للمحافظة السيد أتمنى بالنسبة للمحافظة السيد راجح باكريت يعني أنتم تطالبون بإقالة هذا المحافظ وهذا المحافظ يعني يفترض منذ أن طلبتم بإقالته الشرعية إذا كانت بالفعل تنظر إلى هذا الرجل بأنه يعني يعمل لصالح المشروع السعودي بالمحافظة لماذا لم تقل حتى اللحظة أخير العزيز نحن نفهم أنه عبد الرب المنصور أخر تعيين أكثر من 14 وار ما يريده وعارف أن هذا ليس محافظ أرغمه المحافظة السعودية فالناس يقولوا المحافظة باعتبار عنده سبقة شرعية بغرار من الرئيس لكن نحن نقول دائما هذا ليس محافظ هذا جاء مغاول يطبق الخطة العسكرية السعودية بالستين معسكر ونقطة وله يعني لها مطلق معين نعم وهو ليس محافظ فعلنا مشت الخطة حوالي خسيبة المياه فدر الشعب وفشل الخطة طيب سيد علي باختصار هنا ما هي إجراءاتكم التصعيدية في حال لم تستجب القوات المتواجدة في المحافظة وتقوم بالمغادرة نحن بالحقيقة نحضر القوات الشعودية ونحضر الميليشيات المرتفعة لجنسة المفوات الشعودية ونقول أنه ستطال ميد هذا الشعب عليهم المغادرة قبلا أن يحلو فيه لن نقبل لا نقبل الاحتلال نحن نقدم في رحيات أطلاقا والشعب جاهز لأي مرحلة غادمة نعم إذن أشكرك جزيلا شكرا السيد علي سالم الحريز رئيس اللجنة المنظمة لأي الاعتصام بمحافظة المهرة شكرا جزيلا لك وأعود لضيف عضو اللجنة الإعلامية في الاعتصام السيد علي بن محامد سيد علي بالنسبة للجانب الشرعية هناك كما يعني يضح ضيفنا السيد أحمد بن حاف عضو اللجنة بأنه من خلال يعني الكثير من الوقاع هناك ما يدل على أن الشرعية تؤيد مطالب أبناء محافظة المهرة لكن السؤال هنا لماذا الشرعية تبقي على محافظة المحافظة الذين أنتم أساسا تطالبون بإقالته نظرا لوقوفه مع المشروع السعودي والقوات السعودية في المحافظة أقول بكم على مي كما سعر في عربي جميع عن الشرعية نحن نقدر غروفها السعودي الآن عبرها بيد رياض وأمرها بيد السحال فنحن نفهم هذا الأمر بأننا نعرف ونكر بأنفسنا ونكر بذلك أن السعودي هي الرجال المسروع الوطني نحن نمزد ونرفع أعلام الجمهورية يمنية من شرق اليمن نحن نتكلم عن السيادة الوطنية نحن نتكلم عن الوضع العام اليمن نحن نتكلم الأساسي لإستعادة السرعية السرعية هي الآن ليست في المهرة فقط تعامل ليست في المهرة فقط السرعية الآن تعامل في جميع المحافظات المقررة في جميع المحافظات الجمهورية هناك الآن الكبارات الإماراتية في عدن وفي حضر موت والآن في السكترة تعمل على إحداث انكلام على السرعية ولكن نحن نتفهم ونتطلع إلى أن يكون هناك السجاء من طول السرعية وأن يكون هناك عمر غير الذي على الإعلام على الجانب الإعلاني ولا على كل الجوال نحن نحن في محافظة المهرة نعاني من كثير من الأمور ومطالب السرعية أن تقرل عن هذه السم وأن تكت إلى جانب هذا الشعب هذا الشعب الذي خرج من عجل كرامة ومن عجل سياسة هذا الوطن ومن عجل استراضي اليمن وتسراضي الوطن كمان نحيي إخواننا في هزيرة السكترا يجبنا تفضل تفضل للتحالف الإمارات الذي يحاول أنه يطرب الجمهات المناس يحاول أنه يأخذ جزء من أجل قداسهم قداس ما هيمن الحديث لكل برودة لكل برودة الآن التحالف الآن بدل ما هو بدل نحن ناتي عنده مشروع وعنده يعادة الشرعية كلب السرعية إن الشرعية دفع في السكترا ونحيي محافظة محافظة السكترا على موقفه المشرف وموقفه الكبير الذي هو تصدق ووقف بكل قوة وكل شجاعة ودى هذه المشارية فنحن هنا في المعرة وفي جزيرة السكترا ومدعو كل أحارة اليمن ومدعو كل محارات اليمن أن تخرج عن هذا وأن تتحرش وأن تتحرش إلى استعادة جميع أراضيها وأن تتحرش إلى استعادة كل معتسات الأمنية والقضائية والعسكرية نحن في محافظة المعرة هناك تتحرش على الكباء وعلى الميادة العامة وعلى السجون كما تعرفون أنه في تدرير في تدرير أخرجه ومدير فقل حقوق الإنسان السابق في المحافظة على أن هناك سجون سجرية وعلى أن الميادة العامة لا يخضع لها سجون في اليوم أو بالأمن في القريب حصل أمر حصل أشكال السحب يحيثواري وسمى إداء السجن المركزي في أمر من الميادة العامة ولكن للأسف تم اقتطاقه من السجن وانتدل السحالة في الليل وأخذه للمطار وهذا يبرهم أن هناك سجون سجرية في المحافظة المعرة وأن قوات السحالة المديرة هي فوق الضباع وهي فوق جميع أجز في الدولة في المحافظة وضحت السورة ندعو ندعو كل أحرار اليمن الوطوف مع الساعة في اليوم يحيثواري وعودته إلى النيابة هو القضاء إذا كان عليه الضباعي الجنائية أن يتحاكم بالطبيعة القانونية وأن يكون هذا الأمر لأنه المنفلات الحاصل إذا حصل هذا المنفلات ويحصل أن السحال يتعدى القضاء سوف يتعدى على كل مواصلة الدولة يعلم العالم أجمع أنها سلطة فوق سلطة القضاء سلطة القضاء هي السلطة العليا من العيين التي تحكم هذه الأمور أشكرك سيد علي وضحت صورة سيد علي بن محمد وضحت صورة عضو اللجنة الإعلامية في لجنة الاعتصام سيد علي بن محمد كنت معنا من المهرة شكرا لك وأعود لضيفي من مسقة عضو اللجنة التنظيمية لأعتصام المهرة سيد أحمد بلحاف سيد أحمد هنا تساؤل أخير في حال لم تستجب القوات المتواجدة في المحافظة وتقوم بمغادرة المحافظة ما هي الخيارات وما هو المتوقع عفوا لما أتمنى سؤالك يعني كنت قد تسألت في حال لم تعمل أو تقبل هذه القوات المتواجدة في المحافظة وتقوم بالمغادرة يعني ما هي الخيارات وما هو المتوقع نعم نعم في ظل الاعتصام السلمي اعتصام مفتوح ومستمر وفي ظل التفعيد السلمي يستمر بنى محافظة المهرة في اعتصامهم بقيادة سبقنا تنظيمية لأعتصام محافظة المهرة وبمشاركة ترموز وقيادات محافظة المهرة أسوان على في الجانب السياسي وفي الجانب الأمنية أو في الجانب القدلي هناك مشاركات تواسع على الاعتصام السلمي والاعتصام السلمي في تزايد وسيظل في نداقة السلمية هذا الاعتصام المطالبة برحيل هذه القوات ورحيل المحافظة المعين من قبل السعودية راجح باكريت بنها محافظة المهرة قدموا صورة واضحة ورسائل واضحة عبر للسائل السلمية هو التعبير عن رأي من خلال فعاليات الاعتصام السلمي نعم إذن وضحت الصورة أشكرك جزيل الشكر عضو اللجنة التنظيمية لاعتصام المهرة سيد أحمد بلحاب كنت معنا من مسقط وأشكر جميع ضيوفي في ختام هذه الحلقة وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذه الحلقة الزميل عبد الرقيب الأبار وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل حتى المنتقى في أمان الله ترجمة نانسي قنقر